بيبدأ المسلسل في مدينة صغيرة مع العمدة بوني وهو بيدق جرس المدينة فوقت غروب الشمس وبيسمع سكان المدينة الجرس وبيجري كل واحد فيهم على بيته وبتتقفل المحلات والشوارع بتفضى تماماً وبيرجع نائب العمدة واللي بيكون اسمه كني للعادة اللي بيكون فيها والده واللي اسمه مستر لون وبيكون مصاب بالزهايمة وبيقعد كني معاه وبيلعبه شطرنج وبيتمشى العمدة بوني في شوارع المدينة عشان يتأكد ان ما فيش حد في الشارع وبعدها بيرجع البيت وبيبقى معلق لوحة فيها احصائية عن عدد الحوادث اللي حصلت في كل يوم وبعدها بيلمس حجر عليه رمز غريب وبيبقى متعلق على باب بيته وبيظهر ان كل بيت في المدينة عندهم نفس الحجر وفي بيت من بيوت المدينة بنشوف لورين واللي بتكون عايشة مع بنتها ميجان وجوزها فرانك واللي بيبقى لسه مرجعش للبيت وبيتأخر الوقت وبتسمع لورين صوت جرس المدينة وبتضطر انها تقفل الابواب والشبابيك وبتبقى قلقانة جدا على جوزها واللي بيكون اصلا سكران لدرجة انه اغم عليه في بيت واحد من اصدقائه فبتطلع ميجان الطفلة الصغيرة على قوضتها وبتدعي ربنا قبل ما تنام وفجأة بتسمع صوت ست عجوزة بتنادي عليها من الشباك وبتقولها انها جدتها فبتفتح ميجان الستير وبتشوف الست العجوزة وبتقولها انها مش جدتها لكن الست العجوزة بتترجعها انها تفتح لها وبتقولها انها وحيدة ولي في ساعة تقعد مع اي حد وبتدخل لورين القوضة وبتشوف ميجان وهي بتتكلم مع الست العجوزة وبتقولها ما تفتحش الشباك لكن بيبقى قفات القوان وبتفتح ميجان الشباك وفجأة الست العجوزة بتتحول لوحش مخيف وبتهجم عليهم وعالطريق السريع بتظهر عائلة من اربع افراد وهم راجبين عربية من العربيات المتنقلة وبيكون فيها الاب ماثيو والام تابثة ومعهم بنتهم الكبيرة جوليا وبنهم الصغير ايثن وبيبقوا رايحين مع بعض رحلة لكن ماثيو بيحس انهم تايهين وبيفضل ساق طول الليل وفي تاني يوم بيرجع فرانك البيت وبيلاقي مجموعة كبيرة من السكان ورجال الشرطة حوالين بيته واول ما العمدة بيشوفه بيمسكه وبيخليه شوف اللي حصل لمراته وبنته وبيعادبه لانه تخلى عن اهله وسابهم في البيت لوحدهم وبيزعق وبيقول ان مهمة الراجل هي احمي تايلته وبيقول لفرانك انه هياخد جزائه وبينهار فرانك وقدام جزء مراته وبنته اللي بيكونوا مشوهين تماما وشكلهم مخيف وعالطريق بيدخل ماثيو في طريق مسدود بسبب شجرة فبيضطر انه يلف ويرجع تاني وفي المدينة بيروح العمدة البيت مشهور في المدينة اسمه بيت كوليني وبتشوفه صاحبة البيت والاسمها دونة وبتقوله انه وجوده مش مرحب بيه فبيقول لها العمدة انه بس هيتكلم مع ابنه شوية وبيدخل العمدة البيت وبيشوف ابنه ألس واللي بيشتغل رسام وبيبقى بيرسم بنتي جميلة اسمها فاطيمة واللي أول ما بتشوف العمدة بتحضنه وبتسيبه عشان يتكلم مع ألس لوحدهم وبيظهر ان العلاقة بين العمدة وابنه مش كويسة وبيبقى بيحاول يفتح ايه موضوع وبيقوله على حادثة لورين وميجان لكن بيظهر ان ألس مش مهتم انه يتكلم مع والده فبيمشي العمدة هو حزين وحاسس بالإحباط وبيتجمع أهل المدينة عشان يدفنه لورين وميجان وعالطريق بيدخل ماثيو في طريق مش معروف وما بيكونش فيه شبكة وبيدخل المدينة الغريبة وبينزل ماثيو من العربية وبيطلب منكتبها ستقفل الأبواب عليها وبيسأل ماثيو وسكان المدينة عن الطريق السريع لكن بيتخضوا كل السكان من انهم شافوا وجوه جديدة وبيكونوا خايفين جدا ومحدش بيرد عليه وبيبقى ماثيو مستغرب وبيفضل يسأل كل الناس لحد ما بيجي العمدة ومعاكني وبيشوفوا عربيته المتنقلة وبيعرفوا ان عيلته معاه وبعدها بيوصفوا له الطريق السريع فبيشكرهم ماثيو بيتحرك بعربيته كأنه بيكتشف انه بيلف في دوائر وانه مش عارف يخرج من المدينة وبيشوف بنت من سكان المدينة وبيكون اسمها سارة وبيسألها على الطريق السريع لكنها بتبصله بس غريبة وبتسيبه وبتمشي وبيفضل ماثيو تاهي في الطريق وفجأة بيشوف عربية قدامه وبتكون ماشية في خطوط متعرجة وبيفقت ماثيو السيطرة على عربيته عشان يتفدها وبيعمل حدثة وبيفوق بيلايه إيثان وهو مصف رجله وبتكون مراته مغمع لها وبتكون جوليا كويسة وفي العربية التانية بينزل منها السواء واللي بيكون اسمه توبي وبيبقى هو كمان اكتشف انه بيلف في دوائر وبيكون مصاب إصابة خفيفة وبينزل من العربية وبيحاول يوصل للمدينة وبيشوف العمدة اللي بيكون واقف على الطريق وبيوصله للعيادة وبيروح بسرعة المكان الحدثة وبيلايه صديق توبي واللي كان معاه في نفس العربية وبيكون اسمه جيد وبيعرف انه سكران فبيقرر يقبض عليه وبعدها بيدور على العربيت ماثيو في الوقت ده بيكون توبي في العيادة مع الممرضة صارة واللي بتقوله ان الحدثة اللي حصلت مش غلطته وفجأة بتحط المفك في رقابته وبتقتله وبيتصل العمدة بالمسعفة كريستي واللي بتكون في مقابر لوران وميجان مع ألس فبتطلب كريستي من ألس يروح معاه عشان يساعد والده ينقذ عيلة ماثيو قبل ما الشمس تغرب فبيروح بسرعة على المكان الحدثة وبتشوف كريستي إيثان اللي بيكون مصاف رجله إصابة خطيرة وبتقول العمدة ان الخياطة هتاخد منها ساعة فبيقول العمدة لماثيو والباقي انهم يرجعوا للمدينة قبل ما الدنيا تضل لكن ماثيو بيرفض يسيب عيلته وبتفوق تباثة وبتكون كويسة ومع المسافة كريستي لحد ما تخلص خياطة جرح إيثان وبيرجع الباقي للمدينة وبعد ساعة بتخلص كريستي وبيرجعوا بسرعة قبل ما الدنيا تضلم تماما وبيروحوا أقرب بيت اليوم واللي بيكون بيت كولوني وبيقفل العمدة لأبواب والشبابيك وبيفضل بصص على العربية المتنقلة واللي فجأة بيشوف مجموعة من الناس حواليها فبيطلب من كل اللي في البيت يوطوا صوتهم لكن إيثان بيدخل في حالة سرع وجسم كله بيترعش وبيعمل صوت وفجأة بتيجي مجموعة من الناس قدام البيت وهي بتسرخ وبتطلب مساعدة وبيقوم ماسي عشان يفتح الباب لكن العمدة بيمنعوا بيقولوا إن الناس اللي برا مش حقيقين زي ما هو شايفهم وما بيفهمش ماسي وقصده لكن يكتشفوا إنهم ألس وجوليا وتبثة وكيني وبيجي مجموعة تانية تقرب منهم فبتطلب جوليا منهم مساعدة لكن كيني بيحذرها وبيضرب الرصاص على واحد فيهم لكن ما بيحصلوش حاجة فبيخافوا جدا وبيفضلوا يخبطوا على الباب فبقرر دونة إنها تفتح لهم وبيدخلوا البيت فبيربطهم العمدة وبيحط كل واحد فيهم في قودة عشان يتأكدوا إنهم حقيقيين وبتروح فاطيمة تتكلم مع جوليا وبتاخدها لقودة ألس وبتفرجها على رسوماته عشان تهديها وبتقولها إن بعد غروب الشمس بتظهر كيانات غريبة في هيئة بشر وبيهمسوا للجوة البيت عشان يفتحوا وبعدها بيقتلوهم وفي البيت بتسمع كريسي صوت همسات وخرباشة على حوائط البيت وفي كل مكان وبتكون خايفة جدا لكن العمدة بيهديها وبيقولها ما توهمش نفسها بحاجات خائلية وفي مكان تاني في البيت بتقعد دونة مع تبثة وبتحكي لها عن الوحوش اللي بسببها بيقفلوا الأبواب والشبابيك وبتحكي لها عن اليوم اللي جات في المدينة مع أختها ولساعتها قبلوا الكائنات الغريبة وبتحكي إنهم ضربوهم بالرصاص لكن ما تأثروش بيه وساعت أختها ماتت وبتكمل وبتقول لتبثة إنها محظوظة إن العمدة لقيهم قبل غروب الشمس وفي العيادة بتصرخ سارة بعد ما قتلت توبي وبيظهر إنها ندمانة وكأنها بتعمل كده غصبا عنها وبترجع البيت وبتاخد دوش وبعدها بيجي أخوها واللي بيكون اسمه نيثان وبيسألها عن العشاء فبتنهار سارة وبتقوله إنها ما كانش عندها حل تاني وفي العيادة بتكون واحدة من الممرضات قاعدة مع مستر لو واللي بيكون والد كيني نائب العمدة وبتطلع للدور العلوي وبتلاقي توبي وهو ميت على السرير والمفك في رقابته وبتتخض جدا لما بتلاقي إن الباب مفتوح وقدامه مجموعة من الكائنات الغريبة وهي مبتسمة فبتخاف الممرضة جدا وبتجرب سرعة للدور الأرضي واللي بيبقى فيه مستر لو وبتقفل للأبواب وفي تاني يوم بيروح كيني عشان يتطمن على والده وبيكتشف إن الأبواب مفتوحة وبيلو الممرضة ومستر لو هم مقتلين بطريعة بشعة وبينهار كيني وبيخرج براء العيادة وهو متعصب وبيحاول العمدة يهديه وفي بيت سارة بتعترف لأخوها إنها سابت باب العيادة مفتوح بسبب الأصوات اللي بتهمس لها وإنها ما كانش عندها حل تاني وفي بيت كولوني بتقعد جوليا مع إيثان وتحكيله حدوتة لكن إيثان بيبقى سرحانه وبيبص من الشباك وبينشاف ولد صغير بيشاور له من بيت وبيبقى هو الوحيد اللي شايفه وبيفوق جاهد اللي كان سكران وبيسأل اللي في البيت عن اللي حصل وما بيصدقش أي كلمة من اللي بيقولوها وبيخرج براء البيت وبيتمشى في المدينة وبتقرر أليت ماسيو أجروا بيت يعودوا فيه لوحدهم فبياخدهم القصة البيت فاضي واللي بيكون نفس البيت اللي ماتوا فيه لورين وميجان وبتعرف تبسة اللي حصل لهم وبترفض إنها تقعد في البيت وبعدها بتشوف صندوق غريب براء البيت وبتسأل القصة عليه فبيقولها إنه الصندوق اللي عتمه معاقبة فرانك الأب فيه وده لإنه ساب عيلته اللي وحده كان السبب في موتهم وفي بيت كله إنه بيخرج إيثان براء البيت وبيشوف شخص اسمه فيكتور واللي بيكون من أقدم السكان في المدينة وبتبقى تصرفاته غريبة جدا وبيوف إيثان يتكلم معاه وبيسأله عن اللي بيعمله فبيقوله فيكتور إنه عايز يعرف الشجر يتحرك من مكانه ولا لا فبيحكي له إيثان إنه شاف طفل غريب بيبتسامله وبيشاور له من براء البيت وإنه بيدور عليه فبيستعرف فيكتور وقبل ما يرد عليه بتقطعه من جوليا اللي بتشوف أخوها بيتكلم مع فيكتور الغريب وبتطلب منه يدخل البيت وقبل ما إيثان بيمشي بيقول فيكتور يسلم له على صديقه الغامض وفي المدينة بيتمشى جيد وبيحاول يدور فيها على أي مخرج وبيشوف قبو تحت الأرض وبيفتكر إنه ممكن يبقى مخرج سري من المدينة يبقى هو اللي عمل فيه كل المقالب دي وبيرجع تاني البيت كولوني وبيبقى الكل المتجمع برا البيت وبيخير العمدة كل الناس اللي من برا المدينة ما بين بيت كولوني أو المدينة فبتختار عائلة ماثيو المدينة معدى جوليا واللي بتختار تفضل في بيت كولوني وبعدها بيجي جايد وبيفضل يتاريق عليهم لكن كيني بيوريه جس التوبي وبيتصدم جايد وبيعرف إن كل اللي بيحصل حقيقي وبيقرر إنه يعيش مع كينيو والدته في بيتهم وبيبقى حاسس بالزنب بعد فقدانه لعلته كلها وبيدخل فرانك الصندوق وبيرجع كل واحد لبيته وفجأة بيشوف فرانك الكائنات برا الصندوق وبيقربوا منه وبيبقى خاف جدا لكنه بيستسلم لقدره وبتكسر الكائنات الصندوق وبتيجم عليه وبيموت وبنرجع بالزمن مع فيكتور وبيفتكر ذكرياته هو صغير في اليوم اللي بيخرج فيه من قبو تحت الارض وبيلاقي جسس حوالي في كل مكان وفي المستقبل بتصحى جولي من النوم في بيت كولوني وبتلاقي فيكتور قاعد قدامها وبيرقبها وبعدها بيوريها رسوماته وبتبقى جولي خايفة منه ومش عارفة تتعامل معاه وبعدها بتشوف بنت من البنات اللي سكنة في نفس البيت وبتكون لابسة القميز بتاعها واللي كان في شانطة جولي فبتدق جولي جدا لكنها بتحاول تباين العكس وبتسمح لها تاخده وفي المدينة بيروح العمدة للصندوق اللي فرانك كان محبوس فيه وبيليم تكسر وبيشوف فرانك وهو مقتول بشكل بشع فبيشيل جسيته عشان يتفنها وبينضى في المكان وبيعيد بونا الصندوق من تاني وبعدها بياخد جسيته عشان يتفنها وبيشوف القصة فبيتهموا انه السبب في موت فرانك وانه عقاب الصندوق كانت فكراته فبيقولوا القصة انه لازم يسمع كلامه وانه هو اللي لقى فكرة الاحجار اللي بتكون عبارة عن تعويزها بتحمل بيوت من الكائنات الشريرة وانه هو اللي عمل فكرة الجرس وصمم نظامه يحمل مدينة وانه من غيره كان زمان سكان المدينة كلهم ميتين وفي مطعم المدينة بتبقى الممرضة صارة بتشتغل فيه جنب شغلها وبتشوف ميسيس ليليو هي بتعايت على جوزها اللي مات وبتتأثر صارة جداً وبتكون عارفة انها السبب وفي بيت عيلة ماثيو بيبقوا بيحاولوا يتأقلموا على وضعهم الجديد وبيسح ايثان من النوم وبيطلب يأكل حاجة حلوة فبياخدوا ماثيو وبيروحوا المطعم يأكلوا فيه وبيقوم ماثيو من مكانه وبيسيب ايثان لوحده وبيشوف فيكتور اللي بيبقى قاعد بيرسم فبيتكلم مع ايثان وبيسأله عن اللي بيرسمه وبيبقى فيكتور بيرسم الحادثة اللي حصلت له فطفولته وبيحاول يفتكر ذكرياته من خلال الرسم وبعدها بيحكي ايثان عن الشجرة اللي بيتحرك بيقوله انه بيتحرك كل يوم 4 بصات وبعدها بيعرض فيكتور على ايثان رسم الطفل صغير وبيسأله لو الطفل اللي شافه برا بيت كولوني وبيظهر ان هو نفس الطفل وبيشوف ماثيو ايثان وبيتكلم مع فيكتور فبيضربه وبيقوله ايبعد عن ابنه وبيرجع البيت وبنروح لجهيد اللي بيرجع للقبو اللي شافه مع كيني لكنه مش بيلاقي اي جسس او علامة على السقف وبيحاول يقنع كيني باللي شافه لكن كيني مش بيهتم بكلامه وبيطلب منه ويروح مع مكتب العمدة وفي بيت كولوني بتزور تبيثة بنتها جولي وبتطلب منها ترجع معهم البيت لكن جوليا بتتعصب عليها وبتقولهم انهم اصلا مش عايزين يبقوا مع بعض وانها عارفة انهم عايزين يتطلقوا بعد موت اخوها توماس وانها مش عايزة تكون جزء من العيلة دي فبترجع تبيثة البيت ويحزينة وفي مكتب العمدة بيوصل جايد مع كيني اللي بيوريه مخطط المدينة وبيقوله انه كل الناس اللي بتسافر على طريق المدينة ما بتخرجش منها وبيتصدم جايد وما بيكونش مسدق اللي بيحصل وبيسأل عن السبب لكن كيني بيقوله انه لو حاول يعرف الحقيقة هيتجنن فبيتعصب جايد وبيسمع اصوات غريبة من الراديو اللي جنب كيني فبيشيله من الفيشة وبياخده معاه وبيمشي وفي بيت ماثيو بتتخانق تبيثة معاه وبتظهر ان العلاقة بينهم مش كويسة في الوقت ده بيبقى ايثان قاد في قطه لوحده وبيجي فيكتور يتكلم معاه من ورا الازاز وبيطلب منه يخرج يتكلم معاه وبيخرج ايثان من غير ما والده ووالدته يحسه وبيقوله فيكتور انهم لازم يدوروا عالطفل اللي ايثان شافه فبيسألوا ايثان عن السبب فبيقوله لان الطفل المختار وبيروحوا مع بعض الغابة وبيوصلوا عند شجرة شكلها غريب وبيحط فيكتور كرة مرسوم عليها وش بيتحك جوا الشجرة وفجأة بتظهر نفس الكرة وراهم وكان الشجرة عندها القدرة انها تنقل كل حاجة جواها المكان تاني وبيقول فيكتور ان الشجرة بتنقل البشر لكن المكان اللي هينزله فيه مش معروف وبعدها بيتمشوا في الغابة وبيشوفوا الطفل الصغير اللي ايثان شافه قبل كده لكنه فجأة بيختفي وبيسمعوا صوت كلب من بعيد وفجأة بتيجي الفكتور ذكره عن كلب شافه وهو صغير وبيحاول يفتكره في الوقت ده بيكتشف ماسيو التباسة ان ايثان مش في البيت وبيدوروا عليه في كل مكان وبيروحوا للغابة وهناك بيلاقوا كلب بينبح بصوت عالي وبيعرفوا ان ايثان في خطر وبيفضلوا يدوروا حد ما بيلقوه مع فيكتور اللي بيدرب النار في الهوى عشان يبعد الكلاب عنهم وبيتعصب ماثيو على ايثان وبيقولوا ما يتكلمش مع الناس الغريبة وبيرجعوا البيت وبيقرر ماثيو انه يبلغ العمدة باللي حصل من فيكتور فبيقولوا انه يعمل اجتماع مع المسؤول عن فيكتور ومعيهم وبيرجع فيكتور للبيت وبيدور على رسماته عشان يفتكر الكلب اللي شافه في عقله وبيحاول يرتب رسماته وعلى احداث اللي بيحاول يفتكرها من طفولته وبعد شوية بيقابل العمدة ماثيو وتباثة وبيتكلموا عن اللي فيكتور عمله وبعدها بيجي كينيو بيطلب من العمدة ييجي معه ضروري فبيتكلم تباثة وماثيو مع بعض وبيعتذر كل واحد فيه مع انخناقته مع التاني وبيعترف ماثيو انه معبرش عن مشاعره لحظة وفاد ابنه توماس وبيوعي تباثة انه مش هيسيبها وفي بيت كولوني بيعمل ألس وفاطيمة مفاجئة لجوليا وبيرتبوا لها قودة جديدة بشكل جميل وبتفرح جوليا جدا وبتشكرهم في الوقت ده بتكون صارة في نفس المطعم اللي فيه ماثيو وتباثة وفجأة بتحس بحاجة غريبة بتتحرجوا عروق ايديها وبتظهر كتابة على ايديها بتقول تقتل الطفل وبتدوخ صارة وبيغم عليها وبيتجمع الكل حواليها وبيحاولوا يساعدوها وفي الوقت ده بيبقى فيكتور بيحفر في الارض قدام بيت كولوني فبتسأله دونها اللي بيعمله وانه بيخوف الناس بطريقته فبيقولها انه بيستعد للي جاي وفي بيت صارة بيعرف اخوها نيسان اللي حصل لاخته وبيروح لها لمستشفى وبتبقى كريستي بتعتني بيها وبتقولهم انها تفضل صهرانة معها طول الليل وبيستمتع بوقتهم مع بعض وفجأة بتسأل صارة كريستي لو هي على استعداد تعمل حاجة بشعة لكن في مقابل انها تنقذ الناس المحبوسة في المدينة فبتقولها كريستي لو في حاجة وحشة هتعملها في مقابل مساعدة ناس كتير فهي هتعملها وفي مكان تاني بيحاول جايد يصلح الراديو وبيبقى هو الامل الوحيد بالنسباله عشان يتواصل به مع العالم الخارجي وبيكون هو الوحيد اللي مش قادر يتقبل فكرة انه محبوس في المدينة وبيبقى مستغرب انه مفيش حد من اللي حواليه بيحاول زيه او بيشتكي من وجوده في مكان مش قادر يخرج منه وبتتحسن حالة ايثان بشكل سريع وبتيجي صارة تزوره في البيت وبتلعب معاه وبتكون تبثة قاعدة معاهم وبتبقى صارة عايزة تستفرد بايثان وتقترح على تبثة انها تاخده معاه البيت المزرعة فبتقولها تبثة انها فاضية وممكن تيجي معاهم وفي بيت كولوني بتروح فاطيمة وجوليا استمتوع بوقتهم في البحيرة وبتحكي فاطيمة عن حياته قبل ما تتحبس في المدينة وفي المقابر بيزوره العمدة قبل امراته وبيقولها وهو ايده بتتراش ان معاده قرب وبيبقى قصده انه هيموت لكن بيبقى بيفكر في فكرة تسمح للناس الاجنبية تخرج من المدينة وترجع بيتها بسلام وفي الكنيسة بيقرر نيسان انه يعترف للقصة بالقصة عملته في الايادة وبيقوله انها كمان ناوية تقتل ايثان وبنفهم ان الكتابة اللي كانت على قديها بمثابة اوامر بتتحكم في سارة وبتبقى لازم تنفذها وإلا الكل هيموت فبيتصدم القصة جدا وبيروح مع نيثان بسرعة عشان يدوروا على سارة قبل ما تقذي ايثان وبيكتشفوا انها في بيت المزرعة مع تبثة و ايثان في الوقت ده بتكون سارة بتحكي التبثة و ايثان عن حل المدينة قبل ظهور الكائنات اللي اجبرت الناس الناس تخبى من وقت قروب الشمس وبتقولهم ان المدينة مليانة مخابئ لكن فجأة بتحبسها سارة والمخبأ وبتفضل لوحدها مع ايثان وبتطلع المشرة اللي معها عشان تقتله بيه وبتقوله انها اسفة جدا وبنها حبته جدا في الوقت اللي بيوصل في نيثان و بيوقفها و بيدرابها ايثان برجله و بيهرب منه بسرعة و بيجي نيثان يمسك سارة قبل ما تجري ورا ايثان فبتحاول سارة تحرر نفسها وبالغلط بدقة الاخوها بالمشرة اللي في ايدها و بيقع على الارض وهو بينزف و بيموت فبتهرب بسرعة و بيشوفها القصة اللي بيجري وراها و بيسمع ماثيو و بقي سكان المدينة باللي حصل و بيروحوا للمزرعة في الوقت اللي بيوصل في ايثان اللي اخته في بيت كولوني و في المزرعة بتكون تبسا حزينة جدا على اللي حصل في نيثان اللي كان بيدفع عن ابنها و بتكتب سؤال على حط البيت و بتقول هل فعلا احنا نجينا من الحادث و بتعرف كريسي باللي حصل و بتحس ان ايجابتها على اسئلة صارة الغريبة هي السبب و بيرجع القصة اللي كان بيجري ورا سارة و بيقولهم انه ملحقهاش و بيتم دفن نيثان و بيحاول القصة يهدي اهل المدينة في الوقت ده بيبقى فيكتور لسه بيحفر قدام البيت حفر كتير على شكل قبر و في الكنيسة بتروح تبثل القصة و بتسأله لو سارة هتقدر تعيش برا البيت لحد بكرة من غير ما الكائنات تموتها ف بيقولها القصة انها غالبا هتموت و بعد ما بتمشي بينزل القصة للدور الارضي و اللي بيكون حبس في سارة و مؤيدها في الكرسي من غير ما حد يعرف و بيبقى كيني والعمدة بيكملوا دفن جزت نيثان و بيستغربوا اللي سارة عمليته في مستر لو و بيقترح العمدة انهم ياخدوا معهم حجر التعويزة و بيمشوا في الغابة اطول مسافة ممكنة لحد ما بيلاهم اخرج من المدينة لكن كيني مش بيقتنع بالفكرة و بيمشوا و بيسيبوا و في الكنيسة بيقرر القصة انه يحبز سارة في الصندوق بسبب اللي عمليته و في بيت ماسيو بيكتشف ان اسلاك الكهرباء مش حقيقية لان جوه البلاستيك نفسه مفيش سلوك كهرباء اصلا وفجأة بيدخل جايد لبيت ماسيو مع الراديو ومجموعة جميلة من الاسلاك و بيطلب منه يساعده في تصليح الراديو فبيجمعه حاجات من العربية جايد عشان تساعدهم في التصليح لكن بيكتشف ان البطارية العربية مش موجودة و بعد ما بيصلحوا الراديو بيختاروا شجرة عالية عشان يحطوا الراديو عليها ويلقط اشارة لكن بيظهر ان جايد عنده فوبيا من المرتفعات و بيترجى ماسيو اطلع مكانه ف بيروح ماسيو يجيب حبل وفجأة بيشوف جايد دم نازل من تحت الشجرة ف بيبص على فروعها و بيلايه عدد جير من الجسس و هي متعلقة عالشجرة و بتنزف دم و بيشوف نفس الرمز اللي شافه عالقاب وهو مرسوم عالحيطه و فجأة بيسمع صوت بندقية و بيلايه شخص لابس زي عسكري و بيواجه البندقية نحيطه و بيهرب جايد لكنه بيتصاب و بيجي الجندي يطعنه و بلسكينه في صدره و بيسرخ جايد من القلم و بيجي ماسيو بسرعة و بيلايه وقع في الارض و مفيش اي حاجة في جسمه و بيهديه و بيقوله ايا كان اللي شافه و حاس به فهو مش حقيقي و في الوقت ده بيروح العمدة للعيادة عشان يتكلم مع كريستي و بيفتكر شكل مستر لوه و ميت و بتنزل كريستي من الدور العلوي و بتسلم عليه ف بيسأل العمدة عن الحالة النفسية الكيني بعد وفاة والده و بيظهر ان كريستي و كيني مخطوبين ف بتقوله كريستي انه بيحاول يبقى الشخص اللي الناس اللي حواليه محتاجاه ف بيفرح العمدة اللي بيبقى عارف انه وقته قرب و عايز يعرف ان منصب العمدة هيكون مع الشخص الصح و في قبو الكنيسة بتحكي صرا للقصة عن الاصوات اللي بتسمعها و اللي بتبقى كأنها بتحذرها من حاجة وحشة هتحصل او بتستنجد بيها و بتقوله انها اصوات ناس محبوسين زيها و بيحاولوا يستنجدوا بيها وبنفهم النصارة بتسمع كلامهم و بتنفذ اوامرهم عشان تنقذهم و بتقوله كمان ان الاصوات دي نبقت ان فيها عربيتين هيوصلوا للمدينة و ان فعلا ده حصل و ما بيكونش القصة مسادة و بيبقى بيحاول يدور على تفسير اللي بيحصل و يحاسس ان نصارة مجنونة و فجأة بتسرخ صارة و بتقوله لا و كأنها شايف حاجة وحشة بتحصل و بعدها بتطلب من القصة ورقة و بتقوله ان الاصوات عايزة توصل لرسالة و في بيت ماثيو بتفكر تبثة بفكرة تقدر تخرج بيها من المدينة و بتقرر انها تتبع اسلاك الكهرباء لا تكون جاي من بره المدينة و بتنزل القبو تحفر فيها عشان توصل الاسلاك في الوقت ده بيحاول ماثيو يلقط اشارات من الراديو و بيوصل جايد لبيت ميسيس لو و بيحكي لها اللي حصل ف بتدور ميسيس لو في سنة دي قديمة جدا و بتوريه صورة للرمز اللي شايفه و في مكان تاني بيحاول العمدة يتكلم مع كيني لكن كيني بيكون حزين و مش قادر يتكلم فبيضطر العمدة يعترف له انه مريض و انه هيموت قريب و انه عايزه يكون جاهز عشان ياخد مكانه في اي وقت و في الغابة ما بيقدرش ماثيو يوصل الاشارات و بيرجع البيت و هناك بيلاقي تبثة في قبول البيت و بتدور على سلوك الكهرباء و فجأة بتسأله لو فاكره الصوار اللي عمله بيقولها من رباط الحزاء بتاعه فبيضحك ماثيو بيقولها انه ضع يوم ولادة جولي و بيستغرى منها لسه فاكرات فبيتوري تبثة الصوار اللي بتكون لقيته في محل بيتخزن فيه متعلقات الناس اللي ماتت فبيضحك ماثيو بيقولها انه اكيد واحد شبه و مش اكتر لكن تبثة بتثبت له انه هو نفس الصوار بتاعها و بتقوله انهم لازم يكتشفوا هم هجوم هنا ازاي و ليه و بتقوله على الفكرة اللي بتعمله عشان تخرج من المدينة من خلال تتبع مصدر خطوط الكهرباء فبيقتنع ماثيو بكلامها و بيساعدها في الحفر و في الكنيسة بترسم صارة للقص اللي الاصوات بتقول عليه عشان تثبت له انها مش مجنونة و بيلاقيها رسمة حفرة بين المقابر و بيكون فيها صندوق كان مخبيب نفسه من وقت طويل جداً و بيكون متأكد ان مفيش اي حد يعرف عنه اي حاجة و بيتصدم القص و بيروح للمكان اللي كان فيه الصندوق و بيلاقيه نفس اللي صارة رسمته و اللي مستحيل تكون عارفة عنه حاجة و بيتأكد انها مش مجنونة و انها حلقة وصل بينهم وبين عالم الارواح و في بيت كولوني بيسمع واحد من الشباب صور بنت وقفه قرى الشباك و بيفتح السطرة و بيلاقي بنت جميلة معها ورد كتير و بتقوله انها بتحب الورد جداً و بتطلب منه يدخلها جوا البيت و استنوا ملخص الجزء التاني من المسلسل عشان نكمل لكم الحكاية الفيديو ده كتبته مريم إبراهيم وسجله محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميدية و فلو لصفحة هكونا مطاطة عشان تتابعوا ملخصات الانيمي والكارتون سلام